حلو الله قبل الله ندخل في مقطع اليوم المعذرة عن القطعة العجيبة الغريبة التي حدثت في الأيام الماضية الحمد لله لا أعلم شيء لم أمت ولا اختفيت ولا رحت بقاني سعرف ما فيها أنك تتعبان نفسيا لأن النفسية كانت ميب كويسة و لم أحسيت أن أريد تواصل مع أحد أبداً الحمد لله سوف ننزل قليلاً وأحسن وإن شاء الله نقول أنها تتحسن بعد مع الوقت في مقطع اليوم أريد أن أتكلم عن ثلاث أشياء إن شاء الله أنها تعجبكم ثلاث أشياء لها دخل في بلاي ستيشن هذي ميب دعاية ولا هو بشي مدفوع ولا شيء يوم الثلاثاء الماضي كان في مؤتمر لبلاي ستيشن مثل الإجتماع الصغير للإعلاميين وبلاي ستيشن نفسهم لم يكن في يوتيوبر كثيراً لم يكن هناك أربعة أو خمسة والباقين لا أدري مين فكان في مؤتمر صغير أحب أن يتكلمون عن الأشياء التي سواها السنة هذه والسنة الجايش مخططين عنه تعريب الألعاب الأجهزة الجديدة ستنزل متر ستنزل أسعار fascinating اليوم أحبت أتكلم عن الأشياء التي قلوه لي عنها قبل أن أبدأ بالأجهزة البلاي ستيشن 4 سليم والبلاي ستيشن 4 برو هذول الجهازين ستنزلون الثلاثه وأتوقع أن منزلوا حتى البلاي ستيشن 4 سليم نزل البلاي ستيشن 4 برو لسه لم ينزل في بداية شهر الجاي أو شهر نوفمبر أعتقد نفس ذا اليوم البلاي ستيشن 4 سليم هذا اللي قبل اللي عندنا اللهم انه شكله من بره بس تغير صار شكله ألطف انا شخصيا اشوف انه شكله أحلى بكثير ومره مره بشكله انا بتهنيت انه مبدو في ذلك التصميم ولا بدو في ذلك التصميم اللي اعطونا اياه قبل هذا موجود في السعودية حاليا بشكله أصغر أحلى ألطف اللي أحلى من هذا كله سعره سعره مره مره مغري بلاي ستيشن السعودية تقول انه سعر الجهاز ده رح يكون 1249 ريال عند الموزعين رسميا طبعا اذا رح تعد محل في حراج بنقاس مع هذا شي ثاني ترى الموزعين رسميين جرير اكسترا عالم سوني الشغلات هذه كلها هذه الموزعين رسميين الضار لهم فهذا سعره رح يكون 1249 ريال نجيل الجهاز الثاني اللي هو البلاي ستيشن فور برو هذا نفس شكله لو تلاحظون بس انه في فرق بسيط بس انه صار بدل ما هو طابق واحد صار طبقين هذا ميزه بس انه مواصفاته اقوى وطبعا اكبر حجم اول شي بس انه مواصفاته اللي جوا او القطع اللي داخل الجهاز اقوى بحيث انه يخليك تلعب فور كي تلعب على اله دي ار العاب مرة مرة كثيرة رح تدعم الشيذا ان شاء الله رح تذكره ويضعها على الشاشة والحلو فيه ان سعره خرافي بعد رح يبدأ سعره من 1599 ريال لواحد تيرا مو بخمسمائة دقيقة واحد تيرا الهارد درايف وصدقني رح تحتاج ذا الهارد درايف هذا رح يكون سرع 1599 برضو مثل ما قلت رح يكون عند الموزعين الرسميين نرجي لي الجهاز الخزعب علي اللي هو البلاي ستيشن في ار هذا جهاز الفي ار او عالم الافتراضي حق بلاي ستيشن زي اله تي سي فايف زي الاوكيليس رفت هذا ميستوش شو انه يشتغل على البلاي ستيشن بس ما يشتغل على البي سي عكس اله تي سي فايف وعكس الاوكيليس رفت ارسلولي ان الجهاز كنت مفكر ان يسوي لها انبوكسنج بعدين صورت الفيديو وما جاز لي ابدا حسيت انه ما انبسطت فيه فما رفعت مقطع لانبوكسنج اذا حابين تشوفونا ما اندي مشكلة ارفو عن لستدو حطوه في احد في الدسكريبشن اللي يبغي يتفرج علي انبوكسنج ترى صندوق وقاعد اطلع منه شيئا هذا مره مره مميز بالمناسبة الجهاز رح يكون موجود في يوم اللاعبين اللي رح يصير في 27 اكتوبر الشهر هذا اللي حابين انهم يجربون الجهاز اللي هو بلاي ستيشن في ار موجود فيه ظاهر حول 30 محطة او مكان تقدروا تجرب فيه الجهاز فها فرصة مره مره كويسة للناس اللي حابة انها تجرب بلاي ستيشن في ار تاريخ اطلاق الجهاز رح يكون اليوم في 13 اكتوبر انا رح ارفع المكتب ان شاء الله في 13 اكتوبر وسعره رح يكون 1599 ريال طبعا فيه حزمتين على كلامهم بس ما اعطوني الاسعار بالضبط ما اتذكر الحزمة الثانية كيم كان سعرها الحزمة الرئيسية هي اللي تكون الجهاز نفسه النظارة مع الجهاز كده صغير زي البلاي ستيشن صغير عشان تشبك فيه مع اليدين ومع الكاميرا هذي حزمة الظاهر الظاهر هي اللي سعرها ب1599 ره ثانية هي بس النظارة والجهاز من غير اليدين ولا الكاميرا طبعا تحتاج اليدين والكاميرا عشان تلعب على ما اعتم وبرضو هذه موجودة الحين اليوم في السعودية متبقعت مباعف عند الموزعين الحصريين او الموزعين رسميين لبلاي ستيشن خلنا نبدأ نتكلم في الأشياء الجميلة اللي تكلموا عنها في المعرض طبعا تكلموا عن الألعاب اللي عربوها مثل النجاح الكبير اللي جال لعبة انشارتد بالترجمة العربية وباللوكلايزيشن الكامل لها كان حتى كان في تبثيل صوتي واللعبة حازت على إعجاب كل العالم للأمان أنا واحد منهم صحيح اني ما حطيتها بالعربي كملتها بالانجليزي بس انه أعجبتني صراحة جهد مرة مرة كبير يعني الواحد اللي يفكر في ترجمة اللعاب ترى ميه بسهلة صدق صدمي بسهلة بلاي ستيشن فاجأتنا بانهم رح يترجمون ثلاثة العاب جاية في الطريق حلوة في الطريق هذه جاية قريبة ان شاء الله اللي هم لعبة جي تي او جران تروزمو هذي ان شاء الله جاية بالعربي كاملة باذن الله اللعبة ثانية اللي هي هورايزون زيرو دون هذي واحدة من اللعاب اللي مرة ما تحمس لها هذي ان شاء الله رح يكون فيها تمثيل صوتي قوائم كل شي في اللعبة رح يكون بالعربي فإذا حتى انت ما تعرف ولا كلمة بالانجليزي رح تستمتع بالقصة اللعبة الثالثة اللي هي آخر الحمات وش توقع آخر الحمات؟ آخر الحمات هي The Last Guardian انا شخص ما انا ما قد لعبت The Last Guardian بالأصح الاجزاء اللي قبل ما اتذكروا اشكال اسمها الضار انا Shadow of the Colossus اتوقع ما قد لعبتها بس من الفيديوهات اللي شفتها اللعبة من الشغلات هذي كلها جدا تحمست لها اللعبة رح تكون بالكامل بالعربي وهذا شي للأمانة انا مرة فخور فيه انه وصلنا المرحلة في الايام ذي انه ما عاد صرنا نحتاج انه او نترجع احد او نعطي لايك لأحد لباع نعشان يعرب لعبها فانا امزح ترى احد انا لا يزال بس للأمانة صدق والله اني احس انه هذا شيء مرة مرة يحمس يجعل واحد يفخر باللي قادي يصير و الشباب اللي في البلاي ستايشن مايقصرون صراحة على الجهد الجبار اللي قادي يسومون الأمانة شكرا للبلاي ستايشن هذي بالنسبة للاشئيات اللي كانت عندي اليوم تكلمت عن البلاي ستايشن برو تكلمت عن البلاي ستيشن 4 سلم تكلمت عن البلاي ستيشن VR و تكلمت عن الألعاب اللي ستنزل باللغة العربية كل الألعاب اللي تكلمت عنها اليوم سوف تكون موجودة في يوم اللاعبين أيضاً إذا أريد أن تجربها الّ اللي حاب أن يحظر يوم اللاعبين سيضع رابط تحت في تسريبشن إذا أريد أن تسجل اليوم الأول سيكون للناس اللي عمرهم فوق الـ 18 أنا إن شاء الله سأكون في هذا اليوم لأيام الباقي الكل الأعمر الله يعطيكم العافية على الدعم اللي دائما تقدمون ليه إن شاء الله إنما يكتبوا يعجبكم عطوني خبر تحت في الكومنتهات وعطوني رايك في الأشياء اللي تكلمت عنها اليوم وإن شاء الله راح أشوفكم في المقاطع الجاية تي كير كي شمايلي السلام عليكم